دكتور عبدالعزيزي يعني الصروة الداجنة في خطر؟ حينما تتعرض لمشكلة زي ما تعرض لمشكلة الحالية طبعاً يبقى في خطر طب ممكن أعرف من حضرتك إيه طبيعة المشكلة الحالية اللي بتخلي الناس تسرخ ويعني البيضة البلدية تبصل لتلاتة جنيه والفراخ أسعارها تزيد يعني إيه الفوضى دي؟ الأول إحنا عزيزيزيو إحنا مردنا بمشاكل كثيرة جداً في الصروة الداجنة بداية من إنفلونزا الطيور والحمد لله استطعنا نتعافى ونتحرك ونشتغل وننتج وأيضاً مشاكل أخرى بالنسبة للقطعان للأمهات وأيضاً مشاكل أخرى بالنسبة للتسعير وخروج مجموعة من المرابين ودخلهم مرة أخرى لكن استطعنا أننا نتغلب على ذلك وأحزل عندنا اكتفاء ذاتي لصناعة الدواجن وكنا على أبواب أن احنا فعلاً نفتح أبواب التصدير بشكل كبير جداً من خلال عندي حوالي 34 منشأة خلي مسببات المرضية اللي من المفترض لها شهادات يتمهم تبعيتها لمدة عام عشان أقدر أصدر من خلالها إلى الدول المجاورة ده كان إمتى بالزبط بقى كنا على أعتاب التصدير إمتى قبل هذه الأزمة المتواجدة حالياً وحقيقي أنا قلت إن أنا أزمة قلتش أزمة قلت دي كارسة وقلت كارسة ليه لأن لما يكون عندك المشكلة في العلف هي دي الكارسة لأن العلف بيمثل 70% من مدخلات السبعة إحنا دلوقتي مشكلتنا في العلف طبعاً طبعاً كام في المية من أكل السروة الداجنة 70% لو تقول لك 70% 70% لا ثانية واحدة فندم أنا أقصد أقول العلف اللي بنجيبه من بره بيكون كام في المية من العلف اللي إحنا اللي أنا بستورده من الخارج 80% دره دره 80% وبستورد تقريباً 95% صوية 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 فول الصوية طبعاً 95% من إحتياجاتي طبعاً 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 الزيوت وعشان كده لابد ان انا اتوسع في هذه الزراعات فنصوية بتاع عصر باخد منه زيت فنصوية وايضا اعباد الشمس يبقى انا باخد كزب فنصوية ده اللي بيخش في العلف ايضا الضرة الصفرة فانا بستور التمانين في المية حوالي 12 مليون طن سنويا وبزرع 3 مليون طن ادي الكمية اللي انا بعوزها فلما حزست الازمة العلف لأ ده مشكلة كبيرة جدا لما تقلح ده مشكلة عندك مرضية انا بقى عالج بتحرك اعمل امن حريوي بشوف اللقاحات قدر سيطر لكن لما يكون الاكل مش هدف تعمل حاجة حتى لو انا عندي الكاتكوت مش هتأكله يبقى ايه لازمته مالوش قيمة عشان كده احنا قلنا ان هي كارثة ان يكون عندي مشكلة في الاكل اللي بيمثل 70% فتعتبر كارثة وليست مشكلة